يوم بعد يوم تتكشف مخططات النظام التركي ومدى تدخله في ليبيا التي تبعد عنه آلاف الكيلومترات من خلال إرسال الطائرات المسيرة والمرتزقة إليها مصادر عسكرية ليبية كشفت أسماء ضباط في جيش النظام التركي مسؤولين عن جلب الطائرات المسيرة والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم قوات الوفاق في مواجهة قوات الجيش الليبي خلال المعارك الدائرة بالعاصمة طرابلوس المصادر أكدت أن ضباط النظام التركي في ليبيا يسيرون وفقا لتعليمات يشار قولر مسؤول الملف الليبي بتركيا وأوضحت أن البايتار كان وهو من القوات الخاصة مسؤول عن مدافع الهاون الموجهة والطائرات المسيرة ومن أبرز قيادات الفصائل الإرهابية في سوريا والمسؤول عن تجنيد وترحيل تلك العناصر الإرهابية إلى ليبيا بحسب ما تقول المصادر الليبية يأتي في الدرجة الأولى عبدالسلام حميدي الملقب بأبو حسام من مدينة حلب السورية ومحمد جاسم الملقب بأبو عمشة الذي يتولى قيادة فصيل السلطان سليمان شاه الإرهابي وفاهم عيسى وهو قيادي في فصيل فيلق الشام الإرهابي ووفقا للمصادر العسكرية الليبية فإن المرتزق السوريين التابعين لنظام التركي يتم تجميعهم في إدلب شمال غربي سوريا لإرسالهم عبر المعابر الحدودية إلى مدينة غازع انتاب في تركيا ومن ثم إلى مدينة إسطنبول يتم نقلهم جوا إلى مطار معيتيقة أو مطار مصراطة بليبيا ورغم استمراره بإرسال جنوده والمرتزق السوريين التابعين له إلى ليبيا إلا أن النظام التركي تكبد خسائر كبيرة هناك بلغت بحسب إحصائيات الجيش الليبي نحو ألف قتيل من المرتزقة وخمسين جنديا تركيا فضلا عن إسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة ترجمة نانسي قنقر